بجد القديمة اللي هتكلم عنها النهاردة مميزة جداً جداً وكمان فيه إمكانية أن تحصل على ممبرشيب أو عضوية لحد 20 شهر بشكل مجاني هذا بقى المدهشة في الموضوع أنه انت كمان هتقدر تستخدم خاصية الديب ريسيرش والديب ريسيرش حالياً عشان تقدر تستخدمها في جوجل لازم تكون على الخطة المدفوعة لجيميناي 1.5 برو المدعوم بهذه الخاصية أو تستخدمها على شات جي بي تي في الخطة المدفوعة برو النهاردة احنا جايين نستخدمها بشكل مجاني وزي ما قلت لك هقول لك إزاي تقدر أنك انت تحصل لحد 20 مونث ممبرشيب مجانية في هذا الموقع الرائع جينسبارك.ai ده الرابط الخاص بي ما حيبكون موجود في الوصف أسفل فيديو يلا بينا نتكلم أكتر وبالتفصيل عن هذه الأداة تحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة InfoTek4U هستلموا عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا علشان نتكلم عن موقع النهاردة وهو جينسبارك.ai حطت لكم الرابط في الوصفة أسفل الفيديو وهنتكلم النهاردة عن هذه الأداة أو محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وهنشوف فيه كمية مميزات وcapabilities عالية جدا يلا بينا نبتدي مع بعض.أول ما هتخش على الموقع هتلاقي الاتي.أول حاجة هنا في محرك بحث ده ما قلت لك مدعوم بالذكاء الاصطناعي هيخلي عملية البحث سهلة.فهنا مثلا نسيحة هقول له AI Education ودوس انتر حيبتدي يديني التوب نيوز زي ما احنا شايفين وكمان حيبتدي تنويه عن كل سورس ديني هنت عن كل واحد ويه المصادر يعني لو رح تدست هنا هتروح على الويبسايد أو على المصدر وكمان بيديك ميند ماب يعني حاجة في منتهى الجمال بصراحة وفي الآخر خالص لو نزلنا كده هنبص انيلاقي الاشخاص بيسألوا عن ايه أو هيبتلاتهم عن ايه بالنسبة لخصص العاصر الاجبات.نند ممكن كمان نروح للديب ريسيرش ايجنت سواء كان بشاج جي بيتي او بكلوة او بجوكيل تعالى نشوف ندوس على الديب ريسيرش وننتقل الديب ريسيرش وهنا انت حتعمل الديب ريسيرش وموضوع ده حيبقى مفيد جدا للبحث الاكاديمي او طلاب الماجستير او الدكتوراه هنا حيبتدي انه هو يستخدم كل من جي بي تي فور او كلوت سي بوينت فايف سونت وجيميناي وان بوينت فايف برو اللي تقدر تستخدمه بي بري سيرش من خلال هذا الموقع اطرق ابدا انت تكون في جيميناي ادفانسد علشان تستخدمه هنا بيبتدي يعمل ثلاث حاجات اول حاجة الكريات البلان دي بري سيرش وفي الااخر خالص هيديك الفاينال ريبورت واحنا مش هنستنى دلوقتي الفاينال ريبورت لان المنتهى البساطة الفاينال ريبورت ممكن يطلع لك بعد 30 دقيقة لانه هو ممكن ياخد 30 دقيقة في عملية البحث لحد ما يطلع لك الاجابة الدقيقة في الاخر هو ماشي بنفس المنهجية بتاعت دي بري سيرش ولي دلوقتي كل نمزج الزكاة للسنايب تستخدمها يلا بينا نشوف ايضا حاجة تانية هروح مرة تانية على جينيس بارك علشان اشوف ايه الموجود فيه اولا انا هركز على الحاجات المهمة اللي هتهمنا دي بري سيرش وزي ما قلتلك فيه 3 مراحل كرييت دي بري سيرش والريبورت اللي ممكن يدوه لك مثلا بحد اقصى 30 دقيقة عندك كمان الجينيرال شات وهنجربه مع بعض جينيريت اميج وترانسليشن وداتا سيرش وكراسي تشيك والداتا سيرش والجزء متعلق بالدي بري سيرش والكراسي تشيك ده مهم جدا زي ما قلتلك لأي حد يعمل assignment او بيعمل حاجة اكاديميك هنا حيهمها او الموضوع ده فيه الفاينانس فيه travel فيه products فيه image gallery تعالا نبص على الجينيرال شات هنبص على الجينيرال شات وهنا انا عندي ايه ممكن انا استخدمه ايه الAI assistant اللي ممكن استخدمها داخل الجينيرال شات بيقولك عندك mixture of agents خليط من الاجينس او الAI agents المساعدين بالذكاء الاصطناعي GPT40, 01, 03 mini high close 3.5 sonnet, close 3.5 haiku gemini 2.0 flash, deep seek version 3 و deep seek R1 فيه كمان امكانية البحث وبالweb search ان انت تبحث عبر الانترنت هنا هقوله هنا write an assignment about the top 5 businesses I can invest in 2005 ويز الف دولار مسا هنا GPT40 هيبتدي thinking بيقرف 38 sources متخيل هنا بيقولي top 5 businesses to invest بحوالي 1000$ in 2025 digital marketing consultancy استشارات digital marketing drop shipping, e-commerce, social media management best setting or dog walking freelance writing on graphic design وعطاني mind map وده الجميل بيقولي لو الانسر isn't good enough try mixture of agents جرب نموذج تاني او AI assistant تاني نوايا ديك اجابة ممكن تكون اكثر دقة ده بالنسبة لي general chat فيه كمان ايه موجودة عندي طبعا تقدر ترجع تاني تعمل new chat من هنا فيه عندك البلاس هترجع مرة تانية هلاقينا احنا عندنا حاجة اسمها generate image وفي generate image يعني انا حواليك ازاي ممكن انك انت تستخدمه في انشاء صورة عالية التفاصيل وحواليك كمان الموضلز اللي بيستخدمها في generate image والبعض حيقولي احنا مش بنستخدم ال LLM عشان generate image يعني الناس بس اللي بتعمل محتوى مثلا على social media ولكن هقولك ان انت ببعض الاحيان بتبقى معي ستعمل presentation وتستخدم فيها صور معينة ديك وجهة نظر معينة في الصورة دي ممكن تستخدم مثل هذه الادوات في عمل صور رائعة بالذكاء الاصطناعي هلا انا بس هروح للجينرال شات هقوله هلا انا طلقت منه يديني امر عن شخص ماشي على مريخ وعايزة cinematic scene هنا عاطيني الامر هاخد الامر ده كده زي ما هو copy اروح generate image وانا هنا بستخدمه في توليد الصورة وفي حاجة اسمها auto prompt يعني ممكن اخليه هو يعني حسلي الامر وفي عندي auto style auto style ممكن اختار ما بين realistic ممكن اختار ما بين water color ممكن اختار ما بين enemy هدوسة على realistic وفي auto size انا هنا عايزة size مثلا الحجم بتاحها 16 لتسعة يعني هو كأنه نموذج زكاء استناعي خاص بتوليد الصور لوحده وكمان الميكسشر of agents هتلاقي في flux div وflux 1 point هتلاقي flux point 1 div وflux point 1 shnell من النماذج الرائع عندك ideogram عندك reef craft version 3 اللي كان فترة من الفترات يعني محتل المركز الاول وفيه دال اي انا اختار flux point 1 div وحتدي ادوس enter وهنا ولد لي 4 صور زي ما احنا شايفين لو سقرب ما بياخدش وقت كبير عشان اختار ما بينهم هنا اعطاني الاربع صور زي ما احنا شايفين ايه دي الصور بتاعتنا صورة تانية لو انت مستاتسفايد with these artworks هتعمل try auto prompt هو بقى اللي ايه هيولد لك الصورة بطريقته هيكتب لك الامر بطريقته هيحصل لك الامر هنا reflection auto prompt دي الصور بتاعته هو دي الصور بتاعته هو البعض ممكن يشوف انها افضل والبعض ممكن يشوف ان الامر اللي انا كتبته في الاول افضل نسبة لي image generation عندك translation ممكن تستخدم اي من هذي نمزج الذكاء الاصطناعي في عملية الترجمة نشغلش يبلغ باللغة اللي انت بتستخدمها هو بي auto detect سيبها زي ما هي وهنا تختار اللغة اللي انت عايز تترجم بها ففي translation كمان داخل الموقع هنا زي ما قلتلك ال advanced agents الموجودة واللي حتفيد academic researchers او الباحثين اكاديميين او طلاب الماجستير والدكتوراه هيستفيدوا جدا بال deep research وهنا new وهنا data search والdata search لو انا روحت كده عملت task ممكن انا اطلب منه ال data اللي انا عايزها ويبتدي انه هو يعملي data search يدور عليها وهنا ايضا بالنسبة لل cross check check هنا مثلا popular tasks اياهما اقرب لي human mice ام docs هنا بيوريك عملية cross check بتتم ازاي تقدر تختبرها انا بس حبيت ان انا اركز على اهمية التلاتة دول لاي حد بيعمل بحس هرجع مرة تانية نيجي بقى لاخر جزئية معينا النهاردة وهي ازاي ان انا احصل على خطة مجانية والخطة المجانية دي قد تصل لحد عشرين شهر وحب ان انا اشارك معاك حاجة يعني انا لو روحت هنا المي هتبص تلاقي ان انا plus plus يعني في الخطة المدفوعة الخطة المدفوعة حوالي 19 او 20 دولار في الشهر طب احصل ازاي على plus بشكل مجاني كل اللي عليك ان انت هتروح تدوس على invite friends now وتروح تشارك ال link طبعا هو هيبتدي ان هو يفعل الحساب بتاعك برقم الموبايل بتاعك وحيبتدي ان هو يبعت لك كود هتحطه وكده هتعمل create link هتاخد القبي ده ال link ده انا عامله بشاركه مع الاخرين وهنا بيقول لك ايه بقى بيقول لك كل حاجة لها اولا ان لازم الشخص ان هو يكون مشترك يكون افتر واحد ديسمبر 2024 وهنا ال each user اي شخص ممكن يقرن لحد 20 منصق فري عن طريق ال invite link وهنا بيقول لك ايه المميزات تاعة الجين spark plus membership وحتستفيد بالمزايا زي ما احنا شفنا دلوقتي من خلال الشرح وحيجيلك على بعد الشخص ما بيسجل بيه ال link حيجيلك على ال email بتاعك اتأكد بس ان الشخص عمل registration سجل في الموقع هجيلك email هيقول لك خلاص ال invitation بتاعتك اتقابلت من الشخص وتفضل دوس على ال link ده هتخش مرة تانية على جين سبارك هتلاقي نفسك على ال plus account وهنا انا مثلا لحد الوقت يوغدى لحد شهري يعني مثلا هنيجي هنا نروح لو انت شفت هنا هتلاقي ان انا هستفيد بال plus benefits لحد 9-4-2025 على ازاس ان انا مثلا هنا بعيد شخصين طبعا كل ما هتدي اشخاص اكتر هتاخد عدد من الشهور اكتر ولكن بحد اقصى 20 months of free جين سبارك بلس اتمنى تكونوا استفادتم من فيزيو النهاردة على قناة info take for you وبحاول اقدم لكم كل مفيد وكل جديد في مجال الذكاء الاصطناعي عامة في الفترة الاخيرة وفعلا استخدامه هيحقق لك استفادة عالية جدا على صعيد حياتك العملية او حياتك الاكاديمية اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء تنساش اللايك والشير والكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته